أبطال قواركم المحاضرة الثالثة النظري اللي بها بس السلايدات اللي مدرجة و احترق عليها ما أعرف ليش هاي شوفوها لكترة لها النصارات الثانية و الثالثة سوى ذن النظري فإذا مكبوسات سواعدكم ترقونها وراء الثانية يعني تقلوا بتخلص الثانية تطلع لكها لكترة لها بطريقة أنا فاضلا شنو بالله وضحها هاي بس سلايدات بس سلايدات 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 اللي بثلال تشوف فقط تحملوا التصوير شوية ماذا تساوي؟ هاي هنا هاي قمة قمة سطحية ماشي؟ والدليل ماكو أنوية ماكو غشاء قاعدي ماكو كذا فخاف جبلك هذا رسم مو تدخبي هاي تكتب قمة سطحية ما عرف ليش هتم دختم بناسه انما ترى سهلات يعني ما عرف هاي شنو بعض شون تحدد الاسلاع تشوف اول شي هاي الخلايا كده وين متصلة بالنسيج القاعدة ماشي؟ هذا الممبرس بيسمينت ماشي؟ الغشاء القاعدة عفوا كلها مرتبطة بي اذن هذا السومبول نكتب السومبول السيكوي مص ما يجب هاي طريقة السيكوي مص يجب طريقة مسطحة ماشي؟ شو المضغوط الكوبو يدل تجي النواة تقريبا مال اغلب الخلية النواة تملأ اغلب الخلية حلو؟ فسومبول شنو هاذا؟ كلومينار اللي هو العمودي اذا اذكر لكونوا العمودي صح؟ كلومينار سومبول كلومينار أبثي يلتشوه ماشي؟ هاي بها الطريقة خوش ليس سومبول لان كلهم متصل على الغشاء القاعدة خوش هاي الزغابات بعد ما احتاجه اضحلكم زغابات لا بيها انوية لا بيها شي زغابات طالعة بها الطريقة مايكرو فيليا زغابات هاي خافي يجيبها الستاد باعتبار بس هي خوش ها هذا السكويموس هاذا اول شي شوف سومبول هاذا طبعا هاي شنو هاذا لو كونك تفتشو لو مادة خلوية صفرة لونها ما نغرض بها هاي شنو كلها وين مستقرة على هذا الغشاء القاعدي اذن هاي شنو ومادام جاي بطريقة مسطح اذن هاذا شنو سكويموس ماشي؟ سومبول وعبث اليوم مابيشي جدا سهل واللي كل الشي عاني يحفظ بس الصور يعني يحفظه نحفظه بالبالة يعاني يجزكن بالبالة نفس الطريقة بس تعالباوعلي انو النواش لو انتملق اغلب الخلية تعالباوعلي انو النواش يون تملق اغلب الخلية هاذا كوبويدل ماشي كوبويدل ماشي سي يو كوبويدل وسمبوا ليش لان كله على الغشاء القاعدي وهاي كونك تفتشو مادة خلوية ما نغرض بها فهذا كوبويدر سمبل كوبويدر هذا أيضا كوبويدر شوف النوع شلون تملك أغلب أغلب كوبويدر لأنه تملك أغلب الخليه هذا كوبويدر حلو هذا كلومينار واضح طويل شوفوا منها يبدو تقريبا منها هذه شوف شون طويل طويل هاي النوع هذا كلومينار وسمبل لأن كله يستقر على الغشاء القاعدي سمبل كلومينار أبيثيليام نفس الشي هذا الكاذب شون عرفته الكاذب ببعض هسو كلين كانت الأنوية صفة وحدة تجي لهنا كله مستقر على الغشاء القاعدي كله شوف ماكو بعد فتشي فوق ماشي بس نواة جوة نواة فوق نواة فوق كلش وحده ما بيها نواة هذا بسيدو بودية بس يا كاذب هذا جاي بشكل طويل هذا كلومينار بسيدو بودية أبيثيليام كلومينار اللي هو العمودي ماشي هو قد احنا على اتفاق من الأستاذ ما يجيب يعني صور غير ذني بس بعد ما عرفوه من حق يجيب ايشي ها غير متقرنة ملساء واضحة ها صورة حفظونا حفظ هي والمتقرنة و هاي المتقرنة شوفوه شلون الله متقمنها شوفو المتقرنة شون الله متقمنها هذي جاي المتقرنة و هاي متقرنة خوش انا ما عرفو من جايش رحي يعني شغلة سهلة جدا تعالوا شوفوه لي هذا الكوبويد اللي هو المكعب شلونه شوفوا المكعب شوفوا النواة شلون تملك اغلب النسيج ماشي هذا مكعب خوش و كاذب زيان ليش كاذب نواة فوق نواة جوه نواة بالنص نواة حيل فوق عادة المتعدد يجي انوية فوق انوية بشكل يعني بشكل مرتب و البصيط تجي الانوية كلها بنفس المستوى اما هاي شوف بس اشوف الانوية وحده فوق وحده جوه وحده بالنص قول هذا السيدو بوديا كاذا بس يا شكل بعد انت عيونكت حد هاذها السموة كعب لانوة تملي اغلب تملي اغلب الى هذا ماشي الخليه اعتقد خلص خلص هذا استراتفايد بعد ما داخل خلص غير هو استراتفايد ما داخل هي اصلا خلصة بس هاي الصورة ما استراتفايد هش عندنا بعد حجاج عندنا هاذه انا اعتبر الصور اللي ها طبعا نزلت العمل اللي داخله هي وكلاميها اللي شرحته بالفيديو اللي مفروض كلكم فتحت الفيديو للفيديو مهم حيل شوف هاي انواع الانسجس هاذا وما اعتبر صور هاي هذا يعني جدا سهل جدا بعد شون منتشرة اللي هاذه السكويمس بعد استراتفايد مشكله كل هين متصلات شوف هستر هاي الصورة بشكل افقي فكل هين مستقرات على الغشاء القاعد بس نواعه فوق نواعه جوه نواعه بالنص بعد لا لاحظوا شون ها بس اقتبس خلا بقى وقفها سكويمس خوش كوبويدا المكعب وكلو منر طاني مجال طاني مجال السمبل سكويمس عرفتوه هذا سراتفايد متعدد شوفانا هذا متعدد شون اللي يهمكم شوفوا النواع ايش لون تملأ اغلب الخلية خوش و شوفوا العمودي شون النواع صغيرونا صغيرة بي زين اها حلو انا هذا السؤال اريده زين هذا الى متعدد شلون اعرفه يا نوع حسنا مثل هذا متعدد وبعدين اها وجدت بها الطريقة هس هذا هم نسيج مو ما ادخله لي لو كنت اكتفجوا هم نسيج هذا الغشاء القاعد اعرفه متعدد اباوع الاخير سطر من الخلايا اخير سطر من الخلايا ماشي هس هو متعدد نشوف انه شون من تظمات خط واحد ذنه مو كاذب مو سيدو بودي اكتركم وحده فوق وحده جو لا ذنه خط واحد من تظمات زين هس هذا متعدد عرفناه وحده وره وحده وره وحده وهذا الغشاء القاعدة اجل الخلايا السطحية شوفها بها شكل شوفتها طويلة كلومينار يعني عمودية ماشي اكتب هذا بها الطريقة هذا نفس القضية شوف نفس هذا الغشاء القاعدي ماشي وهذا القطر وهذا قطر ثاني هذا القطر شون النواة من اغلب الخلية اذا هذا كوبويدر ماشي ماشي ما بيهن شي جدا وانتم خايفين على الخالب الاشي هذا كوبويدر مبين شوفوا شون النواة من اغلب الشسمة ماشي وهذا كوبويدر شوف شوفوا شلو مكعبي ماشي كوبويدر هذا كلومينار عمودي هذا كلومينار اذا ابني ما واضحة اين كذا سيجب المذنك اعتقد الااااااااااااااا آينا خلصنا كان التواصل منه وحدة 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 اخذينا وباعلكم كيف تتميز مش طريقة تميزك اللي لا يكون مشكلة ان شاء الله الوايب الخاص صور انا ما اشوف الصورة قدامك بس بواع لهم انت يجيك تبس يميح يعني ما معقولة 8 صورة 10 صورة ما قدرت تحفظ انت رأسهلات جدا والله بس أنا سويت الفيديو حتى يعني أرقاء حجة